السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله بحول الله تعالى سنقوم بتقديم أو نبذة عن العقود التجارية ثم سنتناول في هذه النبذة أولا تعريف العقود التجارية ثم الأحكام العقود التجارية وما الفرق بين العقود التجارية والعقود المدنية أولا العقود التجارية سنهدف من خلال هذا النبذة أولا نعرف العقود التجارية بأهم العقود وبالخصوص تلك الوائدة في المدونة التجارية وكذلك التوقف عن خصوصية القواعد القانونية التي تنظم كل صنف من أصناب العقود التجارية بنوعية مثلا كالرهن الحيازي التجاري والرهن دون التخلي عن الحيازة وهناك أيضا العقود التجارية المتعلقة بالوساطة كالوكالة التجارية والصمصرة هذه العقود كتتعتبر هي فرع من فرع القانون الخاص وكتخضع النوعين من القواعد القانونية يعني القواعد العامة اللي كتطبق على كل العقود المدنية والتجارية والمتمثلة في النظرية العامة للالتزام والعقود والتانية كتتعلق يعني القاعد القانونية التانية كتتعلق بالقواعد القانونية الخاصة والتي أخذت شيئا فشيئا تستقل بذاتها في إطار ما يعرف بالإطار الخاص بالعقود لضغوة سبيسيال دي كونتخا والذي ينظم كل العقود لمسمات أي التي تخصها القانون أو العادات المهنية بإسم دي كونتخا نومي مثلا كعقد البيع عقد الكراء والتأمين العقود التجارية هي جزء من القانون الخاص لأن العقود التجارية كتتعتبر هي من القانون الخاص وكتعتبر هي أيضا جزء بالعقود لأن المشرع خصها بالتنظيم بالقواعد الخاصة نجدها في مدونة التجارة في الكتاب يعني من الباب الرابع المتعلق بالعقود التجارية المواد من 334 إلى 544 كلها يعني نصفها المشرح عن العقود التجارية هذه العقود التجارية منها ما هو جديد في التشريع المغربي مثلا نظمته مدونة تجارة لأول مرة سنة 1996 كالعقود البنكية عقد الوكالة التجارية عقد الاعتمال الإيجاري كلها تعتبر يعني عقود تجارية جديدة في مدونة التجارة ثم هناك عقود التجارية القديمة منظمة قبل مدونة التجارة الحالية أي سنة 1996 إما في إطار المدونة القديمة سنة 1913 كعقد السمسارة وعقد النقل وإما في إطار النصوص قانوني خاصة كعقد الرهن في شكل إذاع بالمخازن العمومية ينظمه ضاهير ستاق يوليوز 1915 ثم عقد رهن بعض المنتوجات والمواد ضاهير 20 مارس 1951 عقد رهن الأدوات ومعدة جهيز ضاهير 22 نوانبير 1996 هكا تعتبر هاد العقود التجارية يمكن لين التصنيف ديال هكا الآتي كين ما يسمى بالعقود المسمات ثم العقود التجاري أهلا العقود عفوا لغير المسمات من نسبة العقود المسمات وما يسمى أو ما يصطلحوا عليها باللغة الفرنسية كونت خانومي فرجو للعقود التجارية هي عقود المسمات خصها المشرع بإسم وتنظيم وتستجيب لغايتين أساسيتين الغاية الأولى هي أنها قواعد قانونية مكملة لإرادة الأطراف أي بمعنى أنها تكمل إرادة الأطراف عند إنشاء هذا العقود لا بد أن نستمع إلى الطرف الأول والطرف الثاني حتى يمكن لنا أن تكون إرادتهم خالية من العيو ثانيا أنها تفرض على الأطراف بعض الحالات قواعد قانونية ملزمة الطبيق والغاية منها حماية الطرف الضعيف أو توجيه الاقتصاد وفق المصلحة والسياسة العامة النافعة ثم يعني عقود غير مسمات وهي تلك التي لم يخصها المشرع بإسم إلا أنه لابد لها من نظام قانوني والذي يتأتى بأحد الأشكال التالية أولاً مثلاً حالة العقد الغير المسمى وحد العقد غير مسمى كيف يمكن ربطه بواحد أو بمجموعة من العقود المسمى عن طريق تصنيفه وإلحقه بالعقد المسمى المشابه له مثلاً أنها في ما يسمى بالعقود غير مسمى أن المشرح ما نظمش لهم وحد الاسم ولكن نظم لهم نظام قانوني ثم نظم لهم شكل تنظيمي ولكن ما أعطاش وحد الاسم لهذه العقود الغير المسمى مثلاً أنا قمت بإنشاء عقد غير مسمى ولكن أردت أن أعرف ما هذا العقد فأصبحت أبحث عن جوانب هذا العقد حتى ألحقته بعقد البيع مثلاً أو عقد المعاوضة فهذا يسمى بالتشبيه شبهته إلى العقد أو إلى العقود المسمى ثانياً إذا كان العقد الغير المسمى يتضمن التزامات أن العقد الغير المسمى يتضمن وحاة الالتزامات مشابهة ومماثلة لعدة عقود مسامات فمنها سنتحدث عن عقد تجاري مركبة كعقد الائتمال الإجاري مثلاً أن هذا العقد الغير المسمى يتضمن لنوحة الالتزامات مشابهة ومماثلة لعدة عقود مسامات إذن فهنا سنقول أن هذا العقد عقد تجاري مركبة كعقد الائتمال الإجاري الحالة الثالثة وهي إذن لم نجد عقد مسمى مشابه يمكن البحث عن نظام قانوني خاص ومستقل عن العقود كعقد الامتياز أن هذا العقد الذي قمت به أنا شخصياً بإنشائه هو ما يسمى بعقد غير مسمى وأردت أن أشبه بهذه العقود المسمى فلم أجد عقد فلم أجد أي عقد يشبه لهذا العقد الغير المسمى ولكن يستوجد مني أو يمكن لي أن أقوم ببحث عن نظام قانوني خاص ومستقل مثلاً كعقد الامتياز رابعاً لسبب من الأسباب أو إما لعدم القدرة على خلق اسم جديد أو لعدم الإرادة وهناك عقد غير مسمى لا يتم تقنينها ولا إلحاقها بأي صنف من العقد سنجد هناك بعض العقد الغير المسمى سنتحدث عنها إن شاء الله لاحقاً يعني أحد العقد الغير المسمى ما قننهاش لنا المشرع وما أعطاهاش وحد تنظيم وما داش له وحد نظام قانوني وكي صعب لنا الحال أن نلحقها بالعقد المسمى أو نقوم بإفتراض لها وحد نظام قانوني خاص ومستقل إذن كنستنجوها أعفواً خامساً هناك وحد عقود كتكفل الممارسة بإعطائها اسمين مثل العقد الرحيل مثلاً وحد العقود مثلاً غير مسمى من خلال الممارسة ديالها يعني كي تضح من خلالها أنه وش هذا عقد يمكن إعطاه اسم أم لا ففهمتي يعني من خلال السلوك أو من خلال الممارسة تلك هذا العقد يعني تحرك الناشط إلى أخيره فيمكن لنا إعطائه يعني اسم مسمى عقد مسمى أفواً يعني مناسب له إذن كنتستنجو أن جميع العقود الغير مسمات يتم تسميتها وبالتالي فجميع العقود مسمات فما هو العقد التجاري وما هي أهم خصائصه والأحكام لكتنظمه أولاً غدين عرفوا العقود التجاري المشترع المغربي ما عرفش لنا العقود التجاري في مدونة تجارة علاش؟ إذن فالعقود التجاري غدين جاوبوا علاش أن المشترع ما عرفش لنا العقود التجاري في مدونة تجارة غدين في الأخير إن شاء الله إذن فالعقود التجارية متأددة ومتنوعة كما أن وصف العقود التجاري قد يؤدي إلى نوع من الخلط واللبس يؤدي إلى الاعتقاد بأن هناك مجموعة من العقود التجارية مستقلة في أحكامها عن العقود الأخرى المدنية إذن الواقع أن العقود التجارية التي استقر العرف عليها ما كتختلفش في الجوهر عن العقود المدنية سواء تعلق الأمر بأركانها أو بشورط صحتها أو أسباب إنقذائها إذن فعقد البيع مثلا لا ينعقد إلا بإجاب وقابول ووجود مبيع ومقابل سواء كان مدنيا أو تجاريا إذن كذلك الأحكام العامة للالتزام كالطبق لكفة العقود كيفما كان نوعها فالذي يحسم في طبيعة العقود المدنية أو التجارية هو القصد من إجرائها وقت التعاقد والصفة المتعاقدين ويكون العقود تجاريا إذا كان محله عملا تجاريا أصليا أي بنص القانون وهو كذلك إذا قام به التاجر لمتطلبته وحاجته التجارية عمل تجاري بالتباعية إذن فالتعريف الفقه الذي أخذ به يعني اللقظة هو القائم عن النظرية الموضوعية والذي يعتبر العقود أعمل من الأعمال التجارية والأعمال المختلطة متى اتخذت الشكل القانوني للعقود إذن فالعقود يكون تجاريا بصرف النظر عن الأشخاص الذين قاموا بإبرامه سواء كانوا تجارا أو غير تجارا ماذا ما الموضوع العقود تجاريا أصليا مثلا صمصار الوكرة التجارية الرهن التجاري في النهاية يمكن القول بأن المشرع المغربي أو المشرع المغربي التجاري عفوا لم يعرف العقود التجاري ولم يخصه بنظرية أو أركان تميزه عن تلك التي تحكم العقود المدنية ولكنه يعتبر بعض العقود تجارية لأنها لا تكاد تنشأ وتبرم إلا بين التجار أو تخص أعمال بطبيعتها تجارية بالرغم من هذا فالعقود تجارية لها بعض الخصائص التي تميزها عن غيرها إذن ما هي الخصائص العقود التجارية على العموم هناك ثلاث خصائص تميز العقود التجاري عن العقود المدني وهي الرذائية والمعاوضة وأنها لا تنصب إلا على منقول إذن ما هي وهي العقود التجارية العقود التجارية هي واحد عقودة رذائية كيف؟ القاعدة أو الأصل يقول أن كافة العقود سواء المدنية أو التجارية هي رذائية أي مجرد إنهيقادها يتم تطابق الإجابة والقابول وريضة الأطراف لا بد أن تحضر هذه هذه الأركاد الإجابة والقابول في العقود التجارية والعقود المدنية يعني وهذا علاقة مترابطة بين العقود التجارية والعقود المدنية في الأركاد أي الإجابة والقابول إذن بالنسبة للعقود التجاري فمفهوم الرذائية مفهوم واسع ولا يشترط لإنهيقاده شكلاً مهيناً كالكتابة كما هو الحال في العقود المدانية مراد ذلك أي انهدام شكلية أنها عقود كتستوجب السرعة حين ذا إبرامها وأنها شائعة وتمارس بين التجار بشكل متكرر لذلك فهي لا ستطلب شكلية معينة كما هو الحال في عقد البيع العقار أو الرسمية كإجراء عقد أمام الموتيق كما أن الريض يستخلص أحيانا في بعض العقود التجارية من السوق وتعملية البيع الموضة الاستراكية اليومي كنفهمو بأنه رغم أنه كان تشابه ما بين العقود المدانية والتجارية من خلال الأركان الجوهرية أي الإيجاب والقابول كتوفر في عقد مداني وعقد تجاري ولكن هناك اختلاف أنه بالنسبة للعقد التجاري فالمفهوم دياله مفهوم ريضائي واسع أي بمعنى أن المشرع مش طاقتش يكون واحد الشكلية الكتابة خاصة نكتبه مثلا من يكون الريضاء ويكون الإيجاب ومن يكون الريضاء والقابول الإيجاب خاص لا بد في العقل التجاري أن نقوم بكتابته فالمشرع قام بإلغائها أو قام بتحديمها أنها عقود كتستوجب السرعة لأن تجارة أولا تجارة يعني من الخصائص ديالها أنها كتمتاز بالسرعة والإيتيمان أنها عقود كتستوجب عند إبرامها كتستوجب السرعة عند إبرامها وأنها شائعة وكتمارس بين التجار بشكل متكرر لماذا سنقوم بكتابة هذا العقل التجاري لأنني أصبحت أتداوله دائما بين الزبنة مثلا التاجر الذي يقوم ببيع واشتراء المواد الأغذية في المواد الأغذية فهذا يسمى عقود تجارية بين الأطراف رغم أن هذه العقود غير مكتوبة لكن أنا كنفى الإيجاب والقبر والريضاء الأطراف أنا قابل أن أشتري هذا المنتوج وأنت قابل أن تقوم ببيعي بالتمن الذي تريده هو أنا قابلت التمن أين المشكلة؟ إذن العقود التجارية يعني احتفل بالنسبة للعقود التجارية حقود رضائية أنها مثلا ما غديش نمشي مثلا في العقود المدنية كالعقد العقار أو رسمية كإجراء عقد أمام خاص لابد أن يكون هذا العقود المدنية خاص يكون مكتوب من أجل الإيتبات إذن العقود التجارية هي عقود معاوضة كي يقولك بأن العقود التجارية عقود معاوضة لأن التاجر يتقاد وحد المقابل عندما يعطي ويسعى وراء الربح في كل أمليته تجارية مما يجعل فكرة التبرع أو الهيبة كما هي معروفة في العقود المدنية غير واردة في العقود التي يبرمها لو أنها تأخذ شكل الهيبة إلا أنها عملية تجارية ربسة رغم أن العقود التجارية هي عقود معاوضة فالبيع وش رأي أنك يتحقق في عنص الربح أن التاجر منك يقتني المنتوجات ويريد إعادة بيعها أو يتجر فيها يعني يرى الهدف النية دي أنه بغي يصور في الربح رغم أنه يقول بأنه يخفض التامان في وحد المنتوج أو غدي مثلا أنه يطلق الناس وهذه وهذه ولكن أنه ما عندوش وحد النية دي لأنه غدي يوهب الناس ذلك الشيء ولكن إنما هو رغم أنه خفض لهم التامان ولكن الهدف من هذا الشيء هو أنه بغي يكسب الناس بغي يكسب وحد الصمعة بغي يكسب وحد الجامعة هيرية باش الناس يصبح يتعاملون معهم إذن العقود التجارية ترد على المنقولات أن العقود التجارية فقط تكون على المنقولات من خصوصية العقود التجاري أنه لا ينصب إلا على المنقولات كالبضائع والسلع ومختلف الأدوات وفي الغالب على أشياء مثلية